الأول وإحنا عم بينا نتكلم في موضوع التحكيم كده عشان معايك كابتن كان معايك كابتن جياد جريشة وبعد شواء إن شاء الله يبقى معايك كابتن أصلاب الفتاح رايك إيه في اللي بيحصل في التحكيم بشكل عام في الفترة الأخيرة؟ لا أول التحكيم بدون مجملة بقى عافية في مصر الفترة دي يعني لازم فعلا يحصل وقفة وقفة تكون حاسمة شوية من كابتن أصلاب لإن كده أنا موضوع زاد عن حد وفعلا يعني النهاردة فيه أخطاء يعني أخطاء كاريسية آآ لسه بكلمك عاماتش في وتشير والاتحاد خطأ كاريسي نالت الاتحاد في الدقيقة تسعين ما تحسبش أخطاء بالجملة وأخطاء متكررة يعني لسه زي ما بكلم معك أمان لو ما فيش بار كانت الديني وراحت فين يعني مشكلة دلوقتي أنت عندك يعني كل وسائل الراحة زي ما نقوله عندك بار عندك سماعات الناس شغالة لغة التواصل بينك وبين غربة الفار يعني مش هتاخد على أقل دقيقة إنما دلوقتي انت بتقعد متعة الجيم بيروح في ثلاثة أربعة داية النهاردة عشان تحسب حاجة النهاردة في لقطة عاد ناجي خمس زي طب الحال ده يفضل لحد يمت المسير أكتر كمان من اللعبة ومن الأجهزة هتلاقي كل الناس بتتلمح حول الحاجة بجماعة خلاص برضه كل واحد ياخد يعني كل واحد ليه شغله يعرف الليه كل عليك سيب الحاجة ما اخد قراره يعرف يتواصل مع الناس خلاص هدم هو رجع للفار خلاص أكيد هي فيه كرار إنما للأسف المنظومة كلها الأيام دي أو في الفترة الأخيرة بالأخص نعم مش بشكل سيء جدا فأتمنى لازم يحصل تصحيحة وضوحة للوضع كله بشكل عام إنما لو فاضلنا على الوضع ده لأ انت راح في حتة مش كويسة